الفقرة الأسبوعية بتاعتنا اللي بعتقد إنسة كيل جداً بقى بيستنها يعني كل الناس بقوا بيحاولوا يعرفوا إيه الموضوع يا ترى الأسبوع ده هيمشي حلو هليبقى وحش فبيستعدنا يكون معنا هالة حافظ ومنورونا أهلا وسهلا بك يا أستاذ هالة أهلا يا دي دا أهلا يا هالة ساعتين ونورتين وطبعاً دايماً بننتظر وبيبقى عندنا شغف وفضول حلو إن إحنا نعرف وانت محلوية على فكرة حبيبتي والله عنيك اللي حلو حبيبتي أمر وبرج والأمر بتاعة الدل وخلاص دخلة علينا الشمس طيب الشمس الأمر دخلة وعايزين نشوفي هتعمل إيه في الأبرار إيه بقى هتعمل إيه طيب خليني بس أتفق معاكوا أنتوا هتختاروا لإني أنا طبعاً عارفة اللي هو إرضاء الناس مختار حضيري كتير أه إرضاء الناس والله يا مفيدة إرضاء الناس غير لا تدرك أبتدي أقول الحذر يعود وقولك إيه البومة وجايين تكئبونا وإحنا نقصين أبتدي أقول الحاجات الحلوة يقولك ستي دي عايشة في الجنة وإحنا بنشوف الحلوة دي فين إحنا بنشوفش يوم حلو قولوا لي أبتدي بإيه يعني أقولي اللي حلوة ولا اللي مش حل قولي واحد حلو واحد وحش الناس بتقولك اللي بتقوله ده ما بيعني واحد حلو واحد وحش قبل ما أدخل دلوقتي لقيت واحدة قبلتني قالتلي على فكرة وإنتي عايشة في الجنة إحنا شايفين غالة وشايفين موت وشايفين حروب إنتي بتطلعي تقولي الدنيا جميلة إحنا مش بنصدقك فأنا مش عارفة بقى يعني أنا حقولي الكواكب راحة فين واللي من نصيبه الحلو من نصيبه واللي من نصيبه الوحش ما يقولش علينا أنتوا جايين تكئبونا كل يوم أربعة أسئلين سيبتقدمين ده بلا عد سنتين أنا مش بقيدي مش 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 جلجل مش عوزة مش قرية فنجان برافو عليك بقرية فلك نجوم وحسابات والله يفتح عليكي والله ما بقيدي الموضوع السيطة ما بتقراش الفنجان إحنا لو كنا بنقل فنجان ما كناش عملناها عشان هي حرامة فأنا حقول موقع الكواكب لما الشمس تدخل للدلو نبتدي نقول لهم كل سنة وانتوا طيبين طبعا هنهني كل موليد الدلو يا رب سنة جديدة سعيد عليكم سنة أدى عشان سوير أكيد أصحابة في دلو طبعا الدلو الكارزمة والسحر دايما حتى تقولي أجمل أمرأة ده حقيق فعندهم كارزمة ودم خفيف وحضور وثقافة طبعا زعيمة كل الكارزمة دي شليمار شربطلي ومهل عطيبي جهان أشكناني فوزية عبد الكريم دلال الشيخ وكان فيه بقى إحنا بنودى خلاص برج الجد الكاتبة الكبيرة وزوجة فنانك كبير نبيل حلفاوي نادية كمال كل سنة ونطيبة وفي أحلى صحة وخير وهالة هجرس الجميلة ودالية عشور كل سنة وانتوا طيبين كل سنة وحضاركم طيبين والليد ميلاده الشهر ده يا رب يا رب بقى شهر سعيد عليكم كل الحزوز الحلوة يا رب طيب خلينا بس نقول حاجة مين هو مولود الدلو زي ما يا سهير بتاتيتي خلينا نقول مولود الدلو ده من أكتر الأبراج الإنسانية اللي بتحب تديت ناس حقوقها مساعد جدا داعم جدا للناس واثق بالنفسه بشكل غير طبيعي موليد الدلو على فكرة عندهم ثقة بنفسهم من أكتر الأبراج هو العقرب أكتر أبراج واثقة في نفسها جدا جدا خياله خصب جدا ناجح جدا طموح جدا عنادي جدا في الحق عنادي جدا وبيحب الحرية وخفة الدم والانطلاق يكره القيود هو دا مولود الدلو بشكل مختصر خلينا نقول بقى إن شهر الدلو جاي بحظوص حلوة خلينا نبتدي بالحلو ونختم دايما يقولك ختابه مسك بس دا خلينا نختم بالحذر أو البرج طبعا هو محظوص بشمس الدلو اللي هي هتبتدي يوم السبت النهاردة الأربع فعيد ميلادهم حيبتدي كمان يومين حنقول لهم مين أول حاجة مولود الدلو اللي عندك شهر حيعوضك عن التعب والإجهاد والإرهاق وسحب الطاقة خلاص بقى إنت حتستعيد كل حاجة طقتك كارزمتك طلتك حضورك كل حاجة حلوة فعنت عندك استعادة للي فقدته يا دلو استعادة التواهج للدلو بزبط تاني برج معنا حيستفيد جدا جدا من شمس الدلو هو الجوزاء لأن الجوزاء هوائي زيه وكمان بد الحصد بالنسبة له فالحزوز اللي تقفلت في وشك انت عندك أبواب سفر حتتفتح كل الجوزائين ممكن فرص السفر اللي كانت وقفة فيز وقفة ورق واقف حق إجراءات وقفة فرص سفر فرص كسب أموال فرص دراسة اللي عايز يحصل على دراسة أكاديمية اللي عايز يقوي نفسه في كورس أو دورة تدريبية في حاجة حياخده شهادات حلوة جدا جدا فالجوزاء هو كمان عنده حزوز حلو التلاتة الهوائيين فالميزان هو كمان حاجة تخص بيته وأولاده خطوب زواج ارتباط فرحة بالأولاد نجاح لأولادك فرص حمله إنجاب كل الأمور الشخصية عندك يا ميزان هتبتدي وخصوصا ثلاث أبراج المحزوزة وجوزاء وميزان والتلاتة عندهم فرص حمله إنجاب يعني اللي عايز عنده صعوبة يبتدي يراجع الأطباء كده والأطباء واللي الآن على حاجة بخصوص أولاده متخانق مع بنته داخل في عند معك بنته مش عارفة تمشي أو ابنه شغل أولاده يعني أي حاجة من التلاتة الهوائيين مدايقهم في أولادهم أو قلقهم على أولادهم أنتوا حتفوقوا حتستريح اللي بنتها متأخرة في الجواز اللي بنتها بتعند معها اللي بنتها مريضة بيت الأولاد عندكم أنتوا التلاتة حلو حتترضوا كده بأولادكم طيب معنا كمان اللي ده له فيه حاجة فيه حلو القوس حلو جدا الشهر بعد ما كان بتاعب هو كمان رابع بورج مستفيد جدا أنت مولود القوس كارزمتك ثقتك بنفسك انتشارك شهرتك حتحقق علاقاتك حلوة جدا جدا بالنسبالك فبرضو مولود القوس عنده علاقاته دائرته الاجتماعية ظهوره شهرته فحيحقق حيمضي عقود جديدة كمان القوس ممكن يشتري حاجة تكنولوجيا لابتوب موبايل عربية أي حاجة بتشتغل بتكنولوجيا ممكن القوس يشتريها الشهر ده كان متأخر فيها أو ما كانش عارف يجيبها برضو حلو برضو معانا مولود حيستفيد جدا من ده له هو الناري الحمل 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 بيت المساعدات يعني القوس وحمل الأبراج النارية إلا الأسد الأسد متعكس بس خلينا نقول احنا قولنا هنمتعكسين في الآخر فعندك يحمل الشهر ده بيت المساعدات البيت الحضاشر بالنسبة لك الشمس ده أي مساعدة حيطلبها من حد حد تفتح له ارفع باش الحظ الحلو والشغل الجماعي عنده حلو جدا يعني أي حاجة فيها عدد من الأفراد يعني ممكن يحضر اجتماع أو لقاء أو يمضي عقود مشروع شراكة شغلك الجماعي ناجح يعني مش اللي انت الوحدك مش شغلك الخاص المفرد شغل الجماعي عندك يحمل في مكسب أو لو انت تشتغل نحن الجماعي اللي احنا مكتمل عند الحمل بسبب الدل أو لو بيشتغل الحمل تحديدا فحاجة فيها ناس كتير لو هو ممثل لو هو كاتب لو هو شاعر اللي هو الفريق نجاح المجموعة فريق الشغل في ظل فريق تيم أو جروب معين ده من دول الأكتر خمسة محظوظين من شمس الدل طائع المنطقة الدافية الجدي والسرطان السرطان بيخرج من معاكسة جديدة رايح الانفراجات فهي المنطقة الدافية في النظر كان المعاكسة صعبة جدا طول الشغل الجدي يعني شكرا للجدي من يوم 19 بالليل مع 20 صباحا خلصت المعاكسة بتاعت السرطان فاحنا كده انت بالمنطقة الدافية يعني انت خرجت من المعاكسة ورايح الشهر اللي بعده الشهر اللي بعده ده خلانا الشمس في الحوت. فدي الانفراجات الكبرى للسرطان. فإحنا دلوقتي في المنطقة اللي شم نفسك بقى. الموسط. شوف بقى كنت متأخر في إيه وعمله. شوف إيه كان فيه عرقلة وفيه صعوبة. لا الدنيا ماشي عام. كل اللي انت كنت مأجله. ابتدي بقى. ابتدي إحنا إحنا يعني السرطان تأجل كتير. فعني ابتدي الدنيا اسمها إيه. لما كانت حديث جماش. تفك. لا كانت ابتدي. الدنيا ابتدي تفك. تفك. خلاص. الجدي. طبعا الشمس ده خلالك في البيت التاني. بيت مليات. عندك فرصة الكسبة أموال. عندك لو انت فيه قضايا بينك وبين حد قضايا فقاعد متعالي. قضايا ممكن. حاجة قانونية تتحل عندك. شهادة معينة ممكن تحصل عليها. باب صفر هيتفتح. هو البيت التاني ده في كذا حاجة. صحة هتبقى أحسن للجدي. فالجدي انت مكمل في الدنيا. المتعكسين بقى. اللي يحزره. اللي يحزره. الأسد. أول واحد حزر. أول واحد. سوء اسمي ما جاشفا يا. من يوم عشرين. يا حزر لأن الشمس مع مجموعة من الكواكب دخلة في الدلو. والدلو بالنسبة لك هو بيت الشراكات. شراكة مهنية. شراكة عاطفية. شراكة اجتماعية. أي شراكة انت داخل فيها يا أسد خلي بالك معها. ممكن يقى فيه التباس أو سوء فهم أو كلامك يفهم غلط أو سوء ظن. هتبتدي إذا الدنيا كانت ماشية كويس. ليه فجأة كده. أو أمور كانت ركضة وتبتدي تتصاعد خلافات. ما احنا كنا ماشيين كويس. إيه اللي خلى الدنيا تقوم كده. فالأسد يخلي باله من تصاعد تشاحل. يبقى الأسد ينتبه للشراكات. شراكات وكلها بأنواحها بقى خصيبك زوجك ممت شريك. ما كله شريك حياة. شريك حياة أو شريك عمل. خلاص تاني واحد حزر مضاعف طبعا هو مولود التور. مولود التور انت الشمس بالدلو اللي هي بيتك العاشر. يعني ايه بيتعاشر في لغة الفلك. البيت العاشر اللي هي دصلية الأضواء عليك. من كل حت. انت محتوط في النص كده والمايكروسكوب متسلط عليك. متسلط عليك. على ايه بقى? أسرارك هتنكشف. مواضيع اللي انت كنت عايز تتكتم عليها. لأ هتنكشف. رايح مشوار وعايز محدش يشوفك. لأ حتنكشف. داري على شمعيتك. داري على شمعيتك وخلي بالك اللي انت عندك مواضيع ممكن تكون في حياتك. انت مش عايز حد يعرفها. سر أسرار. يعني مثلا اللي متجاوزين عور فيه في السر والعلاقات السلسية. الكلام ده كله ممكن يجي بقى في الشهر ده عندك يا مولود التور اللي في علاقة سرية ممكن تلاقيها تعرفت. فبتكتر الأقويل والشائعات والقيل والقال. فالتور ياخد باله جدا يتكتم ويبقى حريص جدا جدا على مواضيع. يبقى تاني. بحنا معنا أول واحد الأسد تاني واحد التور. السحة بس. بيت السحة مهم جدا للعزراء من يوم السابق خلي بقى ليك يا مو في داني. هو البيت ده اللي ده بالنسبة للعزراء هو بيت صحته فنعمل ايه بقى؟ انا عايزين صحته. انا صحته شكري صحته ضايع. هو ده البيت الوحيد. صحته قوم. الا ان الا ان في حاجات حلوة للعزراء يعني بصي مش احنا بنقول خد بالك مصحة وصلح زيو حدين. انت عندك ابواب شركات ابواب صفر عندك حركة صفر ناشطة جدا الشهر ده. عندك حركة تغيير او تجديد في شغلك العزرائين حيجددوا في حاجة في شكل شغلهم فيما لا يعني يعني في حاجتين بس ناخد بالنا من الصحة في ظل ما احنا بنجدد ونتصور في الظل ما احنا ممكن تجدد فوصة صفر انا معاكي في النقطة جنة خلاص فيب احنا كده العزراء عنده صفر حلو عنده تغيير في مهنته للأفضل عنده صحة لازم ياخد باله خلاص كده فالدنيا كلها مش سطارة صودة. بالعكس عنده حاجات حلوة العزراء. انا صحتي فعلا مش بزرق. بزرق. ان شاء الله تبقى اللي يحزر معنا الاخير كده احنا كده اتكلمنا عن 12 برج العقرب خلي بالك يا عقرب الشمس في الدلو عاملة تربيع معاك يعني بيتك اولادك مراتك اه حاجة في بيتك اللي عايش لسه مع امه وابو ما تجوزش اه لا يعني العقرب الشمس الدلو هو البيت البيتك الاربع بدران العقار والصفر والعزراء صحة والعزراء صحة بس عندك حاجات تانية حلوة عندك صفر ومهلة العقرب ممكن يكون في حدث في بيته يعني بالرغم ان انت عندك قلق وارباك في البيت لكن ممكن يحصل حاجة في البيت اللي هي ايه بقى تحتفل وتعمله عزومة حفلة احتفال بحد من الام الاب الاولاد لكن في عزمة انت بتحتفل هتطلع لك يا عقرب خلافيت والخلاف هنا مش هزار بقى لان كواكب كتير اعدالك في الدلو يعني بفورة يعني النهار دا العقرب ما تجوز ما تجذفش علاقتك ضعيفة مع جوزك بتتخانقوا كتير محباك الشهرية دا مش الشهرية دا لان تجذموا الهضوء أو الصمت تماما ممكن تطلقوا ممكن جدا كواكب كتير اعدالك في بيتك في بيتك يعني اعدال ان انت لو اصارت موضوع كنت يسكتبق عليه بقى لك كتير محباكش استني لما الامر يقش الشمس ادخل في الحوت ساعته حدث يعني لو مش عايزين لبرج العقرب الدنيا انفصالات لا الدنيا تخرب قوي ملاش نيني عند المشاكل وندور عليه نزبح مع الطيار الشهرية نوع يعيني على الصمت بالضبط لازم يزبح مع الطيار شوف الطيار ماشي فين وخليك معاه ما تخلفش اي حاجة فهوما دول 12 برج ودي شمس دالو عندت مين وكانت حلوة انا عندي سؤال انا عندي سؤال انا بدي اوقاتي تتيرة جدا بقاعدة مع مثلا الناس اصحاب مثلا انا طانسوشو قريبت بتعطب ازاي خلي هي برج وانا برج بس اوقات تتيرة جدا اجل اقولها ايه انا مبحبش كده فتيت قولي وانا كمان انا مباقولش كده دم وانا كمان مباقولش كده فيه ابراج ممكن يكونوا قريبين في صفات معينة جدا جدا ومتبقاش قريبين في صفات معينة خلينا نبيش بقا كمان هي مثلا القوس الابراج بتتفق ايه الصفة اللي بيتفقوا فيها وايه الصفة اللي بيختلفوا فيها اه ما هي ناس المعنى طيب خلينا نقول نبتدي بالحمل نخدهم بالتدريب طيب يلا طيب الميزة اللي بيتطفق فيها اه الحمل مع مين ما انا هقولك مع مين وايه الميزة يعني الحمل والاسد بيتطفقوا في حاجة حب القيادة السيطرة حب القيادة الميوين بقائد مش السيطرة لا السيطرة ده بورج تاني هم عايزين على طول هم عندهم طموح قوي جدا مثل اسد والحمل عندهم دايما متفقين بس انا شايفها ميزة حب القيادة والطموح والنجاح والان يأوصل يعني لو حمل اتجوز اسد حيتطفقوا في هذه النقطة هذا الميزة هم الاتنين حبوا وعايزين القيادة او عندهم حب القيادة ان الاتنين حبين يكونوا قائدين ما دي سفا ممكن تبقى حلوة ميزة بتجمعهم لكن في الحياة الزوجية ممكن يوقفوا عندها كل واحد عايز المركب تمشي بس هي بتجمع ما بينهم فيه عيب بقى العيب بقى العيب اللي في الحمل موجود مع القوس اللي هو ايه بقى التفاور والاندفاع والعصبات القوس مع الحمل شبه بعض قوي اوه يعني قوس وحمل ما ينفعش يبقوا مع بعض لانه ممكن يتهوروا جدا جدا لا بسي هم يحبوا هش ممكن هم متهورين طبيعا الاتنين صابروين قاول الاتنين اكتر برجين عندهم صابر ويتتفق مع الجدي في عيب بقى عناديين جدا 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 يعني الطور والجدي شبه بعض في العند الهنند يمسون طور وجدي بخبطوا في بعض يعني عايزاني نحط اكتر اللي ياخدوا رقم القياسي في العند الاتنين شبه بعض الطور والجدي والتشبس بالرأي الاتنين بيمسكوا في رأيهم وخلاص بقى دماغ بقى شوفي مين هيفوك بقي الجوزاء الجوزاء بيتفق مع العزراء في الزكاء زكاء الجوزاء والعزراء قريب من بعض جدا فالجوزاء يتفق مع العزراء في الزكاء ويتفق مع القوص في عيب العشوائية في رض الفعل الجوزاء الجوزاء والقوص لو أنت دغطي عليهم شوية ماش بيفكروا لو ده يأتي أنا هقوله زي ما تيجي لو فكروا ده قتل مش هيدوا رض الفعل ده فالقوص تلاقي منهم اللسان الجارة الجوزاء استراحة زيادة قوي السرطان يتفق مع الحوت في الحنية حفظة برجها السرطان يتفق مع الحوت في الحنية والإنسانية والعطاء وحاجة تانية حدثوهم الاتنين عالي جدا حصيتهم السادسة فالحوت والسرطان يتفقوا مع بعض في الحصة السادسة والشفافية دي والحنية والعطاء العيب بقى عيبه هو الجوزاء مدهوم متقلب قلبة الجوزاء وحشة وقلبة السرطان وحشة ليه بقى؟ لأن السرطان مين اللي بيحكمه؟ مين حكمه؟ مين رئيسه؟ القمر والقمر ساعت بيبقى هلال وساعت بيبقى بدر يعني بيبقى تقلب وعنصر السرطان ميا الميا ساعت تبقى بالبخار وساعت تبقى تلج يعني بتتحول بالحرارة لبخار وبتتحول بالتجمد لتلج فمين أكتر متحول السرطان والجوزاء واخديني العيب من بعد الأسد بيتطفق مع الجوزاء في القرم الأسد يتطفق مع الجوزاء في القرم كرم وبيتطفق مع الأسد والجوزاء كرم ويتطفق مع العقرب في الأناقة العيب بقى الأسد بيتطفق مع العقرب في التملك وحب السيطرة الأسد والعقرب دولة يتجوزوا بعد حيتلوا بعض من الحب ما قتل من قطر اللي اتنين عايزين يسيطروا على بعض والأسر هو عيب يجمع ما بينهم العزرق بقى بيتفق مع الجوزاء في الزكاء لان قلتها في الجوزاء وبيتفق مع الجوزاء في الدقة وقوة الملاحظة خلاص كده العيب بقى بيتفق مع السرطان في قلبيته المفاجئة لاتنين قلبية فكده العزرق بس انا مش عارفة ليه العزرق مودي طب انا قفى من السرطان مودي علشان المرسس والعمر والأمر العزرق مودي دي ما انا عايز اقولك ما هي الأرض يعني تراب التراب ده ممكن يقوم مرة واحدة زعبيب زعبيب قامشير دي بتقى تراب ما اقول تراب ديش على طول أرض وسابت بتجيلوا لحظة التراب ده ما بتشوفيش منه انت لو ماشي وقام شوية التراب مش هتشوفي وزعبيب بالعزرق اليوم بيبقى فيه اكتر ريود ايوا طبعا ضريف وساكت وفن وعايز ينام والله العظيم بعدي في الثلاث فصول ده كده عن بعض فصول مجنونة ايز عرفة كم اليوم فيه والله ايه السفر التاني العزرق احنا كده قلناه اه والعيه بيتطفق مع السرطان في القلب طيب الميزان بقى الميزان بيتطفق مع الدلو في النباقة والديبلوماسية والاتنين بيعرفوا يتعاملوا مع كافة شرائح البشر والمجتمع يعملوا معارض التفاوض بس يعني الميزان والدلو يتعاملوا مع اي حد العيب بقى الميزان عيبه يتطفق مع الجوزاء في الزق بقية مالوش مسك ولا يعترفوا بالخطأ يعني الميزان دايما نقول علي زق بقي مش هتعرف يتلبسي ميزان هو عنده حالة بيكار كل الوقت خلاص ما هو ما بيغلاطش هو الميزان نازل بجنحة اه انت اللي خلطيني اشكر بس الحمل كده برد الميزان نازل بجنحة فانت ما تخلينيش غلطة اي بس الحمل عنده نفس العيد فعلا اه طواقمات لا بس الحمل الحمل بس لا بيفرقش معا غير الميزان الميزان بيفرق معا لا يعترف أبدا منه على خطأ بس يجي بعد كده يقولك ايه فهو احنا قلنا الميزان والجوزاء ما لهمش مسكة والزق بقية بتاعتهم العقرب العقرب يتفق مع السرطان جدا في عمق الفكر والمشاعر هما الاتنين عشان ما هي في عمق حالات مش سطحيين مش سطحيين هما الاتنين العقرب والسرطان عدم السطحي عايزة تتوافق في العمق بالضبط العيب بقى بيتفق مع التور في عيب كتر الشك الاتنين شكتين جدا التور والعقرب أكتر بورجين والغمود والكتمين التور كتوم وغامض وغامض والعقرب كتوم وغامض فهما الاتنين بيتفقوا في هذا العيب الغمود الشديد والشك القوس بيتفق مع الحمل في الحماس والتموح والانطلاق والسفر والإقاع السريع ده فالحمل والقوس مع بعض العيب بيتفق مع الجوزاء في الصراحة المتناهية لا الصراحة التقلب لجرع التهور في الصراحة الكلام يعني اللي بيقول الأعور أنت أعور فعين يعني خيار قول أن القوس والجوزاء ما بيعرفش أنا عايزة أقول لك أنك أعور مش عارف أجيبها بطريقة إيه لا هو أنت أعور لا هو ده ما بيبقاش فن وبيبقى فيه غلزة أنا ما بشوفاش إنها صراحة قد أن أنا ما عنديش مهارف أن أنا أختار اللفظة أقوله إنت فين إزاي والقوس بيتفق مع الأسد في الغير الأسد غيور والقوس غيور وخصوصاً امرأة الأسد والقوس لو بعيدنا عن الرنجل الاتنين بيتفقوا معهم بعض في الغيرة الجدي بيتفق مع الأسد في عزة النفس الأسد والجدي عندهم عزة نفس أنا بيتفق مع العزرار العزرار أنا عزرار على النجاح الإصرار على النجاح وعدم الاعتراف بالفشل الجدي والعزراء مش سهل إن هم يقولوا أنا فشلت مش هجرب تاني بيتفق مع العقرب برضو في حب النفس ما بيسامحش في الغلط في حقه يعني عنده جزء من الأنانية وعدم التسامح لا عدم التسامح وهو مش قانيني لا يسامح من أخطأ بحقه يعني في حد زي الحوت مثلا لو أخطأتي في حب وعتذر تيله عنده نسبة تسامح الجدي والعقرب لو أخطأتي في حقه لا تسامح لا تسامح لا تسامح أخد حقه وبعده أنا فكر أسامح ده له عنادي والتور عنادي فهما أكتر بورجين عندهم عناد الحوت بقى ختاب ومسكي بيتفق مع السرطان في توقع الأحداث قبل حدوثها الحسد السادسة والحسد السادسة والرومانسية والطيبة والحنية وكل المشاعر المرهافة دي ما بين الحوت فهما والسرطان بيتفق مع العقرب برضو في الغمود اللي احنا لسته كنا بنقول عليه الحوت غامض جدا قريب من العقرب بس ليش بنفس درجة العقرب غامض بس ليش بنفس القوة بس هنعملهم بالترتيب العقرب الأكتر غمودا ثم الثور ثم الحوت هما كده خلاص وبيتفق حاجة تانية مع الميزان في القلق الحوت ألوء جدا والميزان مترادد وألوء جدا فبرضو الحوت بيتفق مع الميزان في القلق والترادد السرطان ألوء بس مش مترادد السرطان ألوء فيما يخص حاجة ألوء يخص بكرة عائلته وصحابه المجهول بكرة المستقبل فكل برج هتلاقيه على فكرة هو ما فيش برج مش ألوء بس الدرجات لو حتقول الدرجات حنرتبهم أكتر أقلقا ثم أقل ثم إحنا لكلنا ألوء طب إيه الأكتر الأكتر واحد ألوء ومترادد الميزان ثم الحوت ثم العزراء ألوء بيفكر كتير بيفكر بيفكر وإخذ يفكر ويفكر ويفكر ونايم وتبقى داخلة فكرة من العزراء ينايم بس هو نايم أصلا وعقله الباطن بيفكر فده القلق والعايزة أقولك الدلو مواسوس مش ألوء بس الدلو والحمل مواسوس الحمل مواسوس جديما يخص مهنته ألقه وظهوره وشكله وبرستيجه كل حد ألوء في الجدي الأمج بتاعتي يقلق عليها جدا أحسن يتقل علي أحسن أظهر أحسن يباني علي مثلا الأسد عزت نفسه أوعى تقرب من كرامتي يقل عليها جدا أحسن أعيز أنك سؤالي عشان تكوتي قلتي من أول من أول السنة يعني قلتي على شهر اثنين أه وإنك قلقانا من شهر اثنين بعيد الأيام أنا عارفة أنه وحنا بعيد شهر اثنين النهاردة الأربع كام مش فاكرة سبعتاشر سبعتاشر فإذا إحنا بنيكادم فضلين 11 يوم على نهاية السنة الجديدة شهر يناير وإنت قلقانا من فبراير ممكن أعرف بس الغايد راتي انت وصلت النهائي أول فبراير قلقانا منه ولا نص فبراير ولا آخر لا كل ما نقربنا للنص مش من أول من نص فبراير في الآخر هو ده الجزء إحنا هنفضل رايحين للتدريج إحنا لو وصلنا لخمسة وعشرين فبراير على خير إن شاء الله إن شاء الله بالدعاء إحنا نفضل على الدعاء يا رب عده فبراير فبراير فيه سنة من السنين كانت تسمى فبراير الأسود بين أنا فبراير السنة دي قريب من المشهد الفلكي بتاع وقت الكورونا فيه كواكب مصطفى مقترنة وقفة جنب بعض استفافهم مش لطيف اقترانهم مش لطيف دايماً اقتران الكواكب البطيئة جنب بعض ينظر بحدث ما الكواكب البطيئة زي بلوتو اللي راحل الدلو هو رايح للدلو معنا حيكون المريخ وقتها في الدلو حيكون عطارد كله رايح على الدلو حيقفلنا جنب بعض بقى كده هيعملوا تربيع مع الكواكب الموجودة في الطور فإحنا قاعدين مستنيين استفافهم والزاوية اللي حيعملها مع الطور والمشكلة من الأول في 1 فبراير هتبقى عالمية مش مشكلة كل مضروح مشكلة مشكلة عالمية هتعوم علينا لكن مش مشكلة حدث 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 عالمي قريب بصي محدش هيعرف اللي يطلع يقولي كان عارف على فكرة الحدث اللي حصل كزا لا حاجة زي هو الكورونا ما أصابتش مصر بس الكورونا أصابت مصر عالمي كله كلنا تكلمنا عن الكورونا الصين هي نفس هي حاجة كده حاجة حتسمع حتسمع على النطاب الشخصي وعلى النطاب الدول تب مش ريم كتكون حاجة حلوة وتسمع الاستفاف لا الاستفاف مع التربيع ما يجيبش حل يعني يا رب يا رب إحنا نعود كلنا ندعي مش دايما يقال ندعي يرد بس أنا السؤال ده هسألولي كل أسبوع الغالب نعدي المحل يا ريت والله أنا أنا يومين أنا لغية كل حاجة على فكرة في شهر فبراير حقيقي إن كان سفر إن كان عملية جراحية ويا ريت الكل يبعد عن شهر اتنين في ترتيب أو تنظيم أي حاجة عندنا دلوقتي فترة نخلص نخلص على قد ما نقدر لسه فيه كام لغاية فبراير عشرة اتناشر يوم نحاول نخلص فيهم الكل حاجة مهمة عايز يسافر عايز يعمل جراحة عايز يغير وإحنا بنيجي نبه وعليهم التطبيق وعلى ربنا السلام يا رب إن شاء الله بشكري كهالة ماشي جدا على الحوار الممتدى